طيب خش على الموضوع التالت وهو موضوع متعلق به حسين الشحات ومحمد الشيبي طيب أنا عايز أفهم الاتحاد اللي طلع خبر أو مش طلع خبر ده بعت مستند رسمي لبيراميدس وإحنا استعرضناه هنا كذا مرة واتكلمت هنا في الموضوع ده قبل كده لما إيهاب الكومي طلع صرح وقال طلع صرح وقال إحنا بعثنا للفيفا نشوف رأي الفيفا في الشأن ده وإنت أساسا واخد قرار وبعته للأندية وقلت إنه حصل مخالفة للايحة النظام الأساسي للفيفا والاتحاد الكورة طيب بعد ما اعترفت إنه فيه مخالفة أحلت الملف لجنة الانضباط لجنة الانضباط لغاية دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم مبارح ما خدتش قرار والفيفا رد على الاتحاد وقال له ده شأن داخلي ومبارح كان فيه اجتماع الاتحاد الكورة مع اللجنة أو مع الأعضاء بيتكلموا في هذه القضية المفروض يتخذ في الفترة اللي جاية قلت لحضراتكم قبل كده إن لجنة الانضباط ليست مختصة بالنظر في هذا الموضوع ليه؟ لأن اتحاد الكورة لما بعث لبيرامدز قال له نصاً صراحة اللاعب خالف لائحة النظام الأساسي للفيفا ولاتحاد الكورة فأنت بتحول الانضباط إيه؟ عشان ياخد عقوبة؟ بل انضباط أصلاً لسه متناشي الموضوع من أوله وممكن أصلاً لجنة الانضباط تبقى لللوايح لائحة الانضباط مش شايفة بالنسبة لأن في حاجة لكن انت كالاتحاد الكورة عندك لاحة النظام الأساسي للفيفا والاتحاد الكورة فأشاف إنه فيه مخلفة فأنت عشان كده قلت فيه مخلفة طب إيه اللي المفروض يحصل؟ أنا النهاردة هقول الحل ويمكن الكلام ده ممكن بيتقلل الناس لأول مرة بس الكلام ده على فكرة جالي من جوة قلب اتحاد الكورة من الشؤون القانونية في اتحاد الكورة لأن اتحاد الكورة عارف إنه في حاجة اسمها التزامات الأعضاء والأشخاص الطبيعيين والاعتبريين الاتحاد عارف تبقى للوايح إنه فيه التزامات للأعضاء والأشخاص الطبيعيين والاعتبريين بمعنى إيه؟ إن الأعضاء اللي هم الأندية لازم بيلتزموا بنطاق محدد طيب والأشخاص الطبيعيين اللي هم اللاعبين اللي بينضموا يعني بموجودين في هذه الأندية ومحسوبين على هذه الأندية فهل الاتحاد يقدر يخد ضدهم قرارات؟ أه يقدر يخد ضدهم قرارات طب لما يبقى في نادي بيخلف ليحة الاتحاد ممكن ياخد قرار ازاي؟ ياما غرامة ياما انذار ياما ايقاف ياما منع افراد من هذه الاندية او من هؤلاء الاندية ان هم يتواجدوا على دكة البودلاء او يخشوا ملاعب او يبقى فيه قرار من المنع من المشاركة في اي نشاط رياضي كل داي حاجات ممكن الاتحاد ياخد فيها قرارات طب هل الاتحاد للحق كاختصاص في حل هذه المنازعات الاتحاد يلحق وما هو احال الموضوع لجنة الاندباط ليه؟ لانه مش فهم هو مش عارف بيحيل ايه المين؟ هو انا كاتحاد وطني انا كاتحاد الكلام ده على فكرة من قلب الاتحاد بس فيه ناس في الاتحاد ما بتتكلمش بتسكت ما بتقولش للاتحاد يعمل ايه؟ ما تفهمش برضو الفكرة حد ذاتها ايه؟ بس انا كاتحاد لو عندي مخالفة في اللايحة مع الفيفا هل الفيفا بيحولني لجنة الاندباط؟ يعني تعالى مثلا كده الاتحاد المصري خالف لايحة الفيفا فهل الفيفا هيحول اتحاد الكورة للجنة الاندباط في الفيفا؟ لا ما بيحولش اتحاد الكورة لجنة الاندباط الفيفا بيعمل ايه؟ الاول بيبعط لك انذار تحذير وبعد كده بيقف النشاط وبيعلى النشاط لفترة محددة هل كل القرارات دي قرارات لجنة الاندباط؟ لا دي قرارات الهيئات القانونية داخل الفيفا مع الاتحادات الوطنية طبعا دلوقتي كانت اتحاد وطني عند مخالفة من نادي بيرامدز وعند مخالفة من لاعب ينتمي نادي بيرامدز وانا اقريت في خطابات رسمية ان اللاعب خالف ان اللاعب خالف مستني القرار ايه؟ قرارك على طول طالع ببقى انك انت اعترفت ان فيه مخالفة ايقاف نشاط سحب رخصة توجيه انذار ايقاف عدة مباريات اللايح عندك وطحة انا مش عايز اقول المواد القانونية كمال عشان بيبقى شفاق حلقة اكتر من كده اللايح عندك وطحة انت بتحول اندباط ليه؟ الاندباط هتقولك انا مش عارف اعمل ايه لايحة الاندباط اللي عندي فيه مادة اه بتقول كذا بس العقوبة ايه مش وطحة لكن انت كاتحاد عندك العقوبة وطحة يبقى لازم تاخد قرار النهار ده قبل بكرة هتقعد تسوي في القضية نشوف الاندباط ونروح للاستقناف خد لك بقى شهرين ثلاثة طب وبعد ايه القضية من شهر سبعة اللي فات يعني دخل على سنة والشكاو دي بقى لها ستة شهور والاتحاد كمان الدولي في بعض الاحيان يعني عشان ما يحركش المسؤولين يقولك شأن داخلي خد بالكم الاتحاد الدولي برضو في حاجات بيحب يتعامل فيها وفي حاجات بيحب ما بيتعاملش فيها بس لما بيحب ما يتعاملش فيها وما يسببش احراج للمسؤولين يقوله شأن داخلي شأن داخلي يعني ايه يعني يقوله خد قرارك الموضوع واضح مش يقوله لأ أنا مش شايف فيه مخالفة ده قاله شأن داخلي يعني عندك حاجة واضحة خد فيها قرار لان بعد كده لو ما فيش حد عجبه القرار هيروح على المحكمة الرياضية الموضوع واضح جدا وصريح جدا سواء الكاس سواء الحكام الأجانب الدوليين موضوع الشيبي وحسين الشحات